سيرا بنا نتحدث عن روايتك الأخيرة وعن مجموعتك القصصية الموجودة عندك ولكن بالبداية حابين نعرف على هذا المسمى اللي أخذتي كيف دخلتي وكنت أنت أصغر عضو في اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين هلأ طبعا أكيد مش بسهولة أي حدا بقدر أنه ينضمك عضو من أعضاء الاتحاد لأنه من المعروف تقريبا أنه أغلب الأشخاص اللي بيكونوا كتاب أصلا موجودين في المملكة هم أشخاص من خلينا نحكي الأعمار الكبيرة الناس اللي عندها الخبرة الناس اللي عندها الحكمة فكان من الإشي المستغرب أنه ممكن يجي إحنا عندنا كاتب بعمر صغير يعني أنا أول رواية لقلي كانت كان عمري 18 سنة فبهذا طبعا أنا انضمامي كان لقليهم فيه عندنا بقانون الأردني انضمام للاتحاد بيكون فيه أعضاء مؤازرين وفيه أعضاء اللي هم الأعضاء العاملين أو اللي معهم بطاقة العضوية فأنا طبعا ما كنت بعرف بهذا الحكي لكن مع المسابقات مع الندوات اللي كنت عم بطلاها مع الحمد لله الإسراءات النقاد اللي كانوا عم بيقرأوا لي فبستل 2019 تقريبا كان عندي كتاب الثالث أو رواية الثالثة بعد الرواية الثالثة وانضمام مثلا خلص أنا هلأ عم بشغل على الرابعة ساعتها بيبلش هو الشخص كمواطن أردني ككاتب أردني هو ضمن اتحاد الكتاب الأردنية وهيك دخلت يعني وهيك أنا كان انضمامي بعام 2019 نعم طيب انتي كمان يعني صحيحة تكتبي وكاتبة وداخلة وعضو في اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين ولكن انتي كمان اخترتي مجال آخر في الجامعة احكي لنا أكتر عن التخصص تبعك ليه قررت تدرسي هذا التخصص يعني بالعادة منشوف الأشخاص اللي بيحبوا يكتبوا بيحبوا يدخلوا تخصصات أقرب عربي أو هكذا عربي بالظب فتحكي لنا عن تجربتك هلأ شوفي أنا صراحة كنت من الأشخاص اللي بحس أنه كل إنسان في هاي الدنيا عنده موهبة عنده هواية معينة إذا هاي الهواية هي ما فرغها بشيء مثلا موسيقى عزيف غناء ما إلى ذلك إذا ما كان هو عم بيروح مثلا نادي عم بيتدرب بقوي هاي الموهب اللي عنده إلا ما يكون إلو وقت فراغ معين عم بيفرغها فيه إلا ما يعني يكون عم بيشغل في وقته فيها فأنا لقيت إنه أنا مع دراستي هلأ أنا كان يعني أنا كنت حابة أدرس شيء في البزنس فأنا درست إدارة الأعمال بجامل الدنيا لكن أنا قلت إنه الكتابة هي جزء من شخصيتي أنا هاي هواية أنا كانت بالنسبة لإلي لكن إذا أنا شعرتني بقدر أنميها كموهبة بقدر أخليها شيء أنا إلي هدفي عم بطلع بمسار حياتي إنه في إلي مشروع مخلد على هاي الدنيا هو مش بس أنا بدي دراستي أوكي بدي أكون في إلي دراستي شهادة ما إلى ذلك أنا بدي أشغل على نفسي لكن أنا كانت الكتابة بالنسبة لإلي هدف مشروع مخلد فما كان بالنسبة لإلي أنه أنا بدي أدخل تخصص مثلا عربي أو ما إلى ذلك رغم أني أنا مغرمة باللغة العربية لكن خلاص هي كتابة يعني أعتبرها هي هواية بجانب دراستي وأنا حياتي العملية أستمر فيها بشيء بخصني نعم صاري أنت ذكرتين بأنه يعني انضميتي لإتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين ع 18 سنة كان عمرك من متى أنت بلجت تكتبي؟ هلا أنا بلجت أكتب تقريبا لما كان عمري 15 سنة من أيام المدرسة بيعملوا عنا مسابقات بيعملوا عنا فعاليات أكيد قصص أطفال بالنهاية يعني كل شخص بيكتب بالفئة العمرية يلي هو بيكون فيها عنده النجل فكري معين يعني لكن سبحان الله يعني أنا بعتبر أنه في كتير مننا من أعمار صغيرة بيحبوا القراءة وأنا من الأشخاص هدول هدول كنتي أحب أطلع على القصص أحب أطلع على الروايات على الحكايات هاي فبيرتشف منها أوقات أشياء بتخلي أنضج من اللي بجيله فهذا يمكن اللي كان مش بدي أحكي لك بيميزني لكن بيخليني شوية لدرجة واعي كافية أحكي للي بجيلي لكن أكيد ححاكي أنا الأعمار اللي قريب مني أكيد طيب سارة كمان حبي نعرف أكتر عن روايتك الجديدة تحكي لنا هيك عنها يعني تقرأ لنا منها مقطع وكمان تحكي لنا ليه كتبتي هاي الرواية هلا روايتي خمسون سراجا وجنية مبدئيا هي الغلاف زي ما أنت شايف هي صورتي أنا وقررت هاي روايتي أو كتابي الخامس إصداري الخامس الورقي إنه هو إصدار 2021 لكن بنهايته يعني أنا كلنا فايتين بالسنة الجديدة كانت ختام السنة بشهر 12 أصدرت الحمد لله رب العالمين هي من أكثر الروايات الأقرب لقلبي ومن أكثر الروايات اللي أنا وضعت مجهودي فيها من يعني الأفضل أنا دايما بشوفه اللي بيميز أي كاتب عن كاتب آخر إنه هو كل ما بيتقدم بكتاب آخر بيكون مختلف يعني شو بيميز كاتب عن كاتب آخر بأسلوبه فأنا وجدت إنه سبب اختياري لهذا العنوان مثلا خمسون سراجا وجنية هو الخمسون هي من عمر والدي ووالدتي خمسون ربيعا نحكي سراجا هي أدي ممكن الإنسان بيأخذ من أبوه من أمه التربية الصحيحة أدي بيأخذ منهم السراج يعني سراج الطريق اللي أنا بنير لي أو بنور لي الطريق المظلم مثلا فهي أثريت الحكم والعبر اللي أنا وصلت فيها في حياتي من بعد طبعا أكيد أهلي ودعمهم إلي بخمسون سراجا جنية هي طبعا مستوحى أو خلينا نحكي مأخوذة من الجن الجنية ممكن هي تعبر لك عن الشر وهي هون بتعبر عن المجتمع فخمسون سراجا يعني أنا عم بحكي مثلا للقارئ إذا كأنه أنا عم بعطيك حكم أو عم بعطيك سراج نور تاخد فيه بظلامك أمام الشر أو بالطريق اللي انت ماشي فيه بالدرب اللي بتلاقي فيه شر يعني ممكن نشوف تجارب للك موجودة بهذا الكتاب بهذه القصة هذه الرواية هي مستوحى من الواقع أكيد رح أحكي لك هلأ نبدأ قصيرة عنها بس أقرأ الموجود هنا على الغلاف هو بيعبر تقريبا بيعطي صورة معينة تحدثك روحي المقتولة الآن الأرواح جنود مجندة تألف الفرح وتقيم عهدا معه لا تتركه حتى تنال حقها ممن سلبها ونصيبها فيه تقول أسطورة في أساطير الجن العاشق أن الروح الطيبة لا تأمن من حب القرين العاشق ولا ذلك الذي مات صاحبه مقتولا بالتعلق والهوى مع غيره يلتصق به إلى أن يصير ملكا له بقلبه وجوارحه تفقد يدك اليمنى تحسس أحد شرائينها قد يحتاج قرينك لمعانقتك لا تخيب ظنه فهو يحتطنك الآن طوال فترة حزنك وبكاءك على غيره عانقه قليلا هيا إنه يبتسم لك إنه يطمئن لقلبك ههو يراقبك بصمت لقد أحب ذلك يا لهم رقيق حقا دائما بيكون فيه على الغلاف أو بالروايات خاصة اقتباس معين يجذب القارئ صحيح بيخلي القارئ يشعر أنه الكتاب أو محتوى الكتاب شيء يستحق الدهشة شيء يستحق نوع من الغرابة طبعا إذا أنت لاحظت أنا عم بحكي عن قرين عم بحكي عن جن طبعا إحنا معروف أننا مذكور بالقرآن الكريم الجن موجود لكن إذا بتطلعي هلأ على الحال اللي إحنا وصلنا له ليش أنا قررت بالذات أشير للجن للشر هلأ الجن أو الناس اللي تتخدم السحرة والجن اللي بتيسر الجن في حياتنا هم الشر فأنا صلتت الضوء على الحقد على الحسد على إيمان الناس بالأشياء هاي على استخدام السحر والشعوذة وما إلى ذلك بأنه صحيح في بحياتنا في نجاحات صحيح في بحياتنا ناس ممكن أنها تكون واعية وعلى ثقة على قدر كامل من المسئولية والوعي لكن إلا ما يكون في عندهم قلة الوازع الإيماني وقلة الوازع الديني وكمان الفكري وبرضو عندنا حسد وغيرة وكره اتجاه بعضنا إلا ما تكون موجودة في المجتمع فصلت الضوء علي بي هاي الرواية حكات كثير مشاكل منها من المشاكل الزوجية بكون عم بحكي مثلا عن إنه كثير فيه نساء ممكن إنها تصرق مثلا واحدة من زوجها إنها تعمل جن أو تدخله على بيتها فبصور هذا الحكي بطريقة ما بصور إنه قداش ممكن إحنا يكون فيه عندنا قلة الوازع الديني كمان يأثري زعزع هاي النظرة اللي هي ممكن تكون سليمة تحكي لك هي خرافات أو هي سخافات زي ما منسمعها نعم فأنت أخذت مجموعة يعني أخذت حياة أهلك الله يطول بعمرهم يعني إيش التجارب اللي مرأوا فيها وعلموكم إياها وحطتها في هاي الرواية من ناحية اللي الكاتب يعكس في هاي نفسه يعكس مبادئه يعكس حدوده الشخصية فمن منظور الشخصي أكيد أني أنا الحكم اللي أخذت من والدي اللي هي بالدين وبالمنبادئ وبعقيدة سليمة أكيد طبعاً عم بعكسها كنت بأنه أنا أبين أو أبرز الصورة الصحيحة لأنه هذا الحكي مش موجود بأنه إحنا عندنا قواعد أساسية يجب أن تكون موجودة عند كل شخص نعم نعم إذن هذا بخصوص كتابك أو روايتك الجديدة كمان حبي نعرف عن رواياتك الأبل اللي أصدرتيهم العنوان تباحهم عن إيش يعني أنت بشكل عام بتكتبي يعني بإطار معين أو لا مختلف كل رواية عندك بتكون لها فكرة معينة أكيد بيختلفوا الأفكار ولكن طريقة الكتابة وروحة الكاتب دائماً هي بتكون موجودة بكل روايات أكيد أحكي الله أكتر هلأ شوفي أنا كنت أنا بعتبر نفسي يعني بعدني كاتبة صاعدة يعني دائماً بحكي لهم أنا بعدني في مقتبل الحلم مقتبل الحلم يعني أنا بعدني لسه عم بدور على حلم آخر عم بدور على حلم أكبر دائماً الإنسان أدماً وصل لمراحل في حياته بيطمح دائماً الأفضل وهذا الصح وهذا الصحي والسليم في حياته وطبيعة بشرية هي أولاً أكيد طبعاً طبعاً فأدما كان الإنسان واثق من نفسه أدما كان واثق من قدراته لازم دائماً يكون فيه إلوء خلينا نحكي يد مساندة أو يد داعمة بيعرف وي الجائل هيشوفه هل على قدر كامل من أنه يخطو الخطوة الأولى بمثلاً تأليف كتاب مش سهل أنه أنا شاب عندي بعمر 18 سنة أو بعمر 20 سنة حتى أنه يدخل ويصدر عندي كتاب وقليل كتير أنا أعتبر كأصغر عضو باتحاد الأدباء والكتاب الأردنيين فيه غرابة أنه كانت بكل الاجتماعات بكل الحفلات التوقيع اللي كنت أحضرها لرواياتي الوحيدة اللي بملك خمس كتب الفكرة ما كانت أكيد هيك أنا بلشت بكتب جماعية بلشت بمشاركات بسيطة بمسابقات عديدة للقراءة للكتابة عشان ليكون عندي أنا كمان ثقافة وخلفية واسعة عن أني أنا شو بدي أعمل طبعاً أكيد زي ما أنت سألت أنا مستحيل أكون مثلاً كتبت بكل كتاب نفس الموضوع وصلت الضوء على نفس الأشياء لأنه أنا مش عم بتميز بكون اللي بدي يميز أي كاتب دي خليه تقدم دي خليه يصدر مش كتاب واحد كتابين وثلاثة وما إلى ذلك هو التنويع هو أنه أنا بدي أحاكي كذا موضوع بدي أحاكي الواقع اللي أنا عم بعيشه بكل تفاصيله يعني إذا نظلنا نطلع على الكتب الأديمة ونمسكها كل سنة عم تتغير زي مثلاً هلأ إحنا دخلنا بجائحة كورونا إن شاء الله بنخلص منها على خير يا رب إن شاء الله يا رب إحنا قبل هيك دخلنا مثلاً في الفتاح عالمي كبير جداً السوشال ميديا دخلت كمان بحياتنا فهي الأشياء كلها لازم نحن كشباب أو كشباب صاعدين كتاب برضه بدنا نحاكي فيها الواقع اللي عم بنعيشه فأكيد كل كتاب كان مختلف بموضوع مختلفة في منه روايات في منه كان خواطر معينة لكن أكيد أكيد كل شيء بيكون بيحمل حكمة وفكرة ما في كتاب منهم بيكون هو من خلينا نحكي الواقع الخيالي الوهمي أو الوردي أو الشيء اللي يمكن يكون يصل فقط لهدف الشهرة أو لهدف زي ما هلأ بنشوف إنه بس أنا بدي أكتب أو أطلع بإسمي أكيد لا فهي أكثر بتكون أكثر قريبة للواقع وأكثر واقعية طيب كمان تحكي لنا عن يعني ذكرتي بأنه أنت بما أنك موجودة وعضو في يعني اتحاد الأدباء والكتاب الأردنيين إنه ممكن تلاقي يعني شباب وصبايا حابين يدخلوا هذا المشأل وحابين يكتبوا وبنفس الوقت كمان حابين يكونوا عندهم هاي الرغبة وحب المطالعة والقراءة شو فيه أنشطة هيك بتركزي عليها ممكن أنها تساعد يعني الأشخاص الباحثين عن هذا الموضوع طبعا في عديد كثير من الأنشطة اللي ممكن نعملها خاصة هلأ في الفترة اللي صارت فيها الدراسة أونلاين زي ما أنت بتعرفي يعني إنا تقريبا سنتين عم بنواجه هاي المشكلة فصار الطلاب عندهم بيشعوا بن الملل يعني بيحكوا أغلب الطلاب أو أغلب الشباب اللي بعمري واللي أصغر مني واللي أكبر مني حتى بيلاقوا بيحكوا لك إحنا ملاقي صعوبة بإنه نمسك كتبنا لدروسها بنفتح لست كتب تانية فقليل من لاقي جد فعليا هلأ شباب بيحبوا يقرؤوا وبيحبوا يطلعوا هاي المعلومات لكن ما أنه تواجدت لنا البيدي أفرغوا مني أنا بفضل دائما أنه نمسك الكتاب بشكل ورقي بيكون ممتع أكثر أكيد بيشد أكثر كنت أنا بهاي الفترة عم بحاول أطلع على منصة زوم أو المنصات الأخرى بنعمل ورشات اللي أنا قدرت عليه اللي أنا أعمل ورشات مجانية عشان أشجعهم اللي أنا قدرت عليه اللي أنا أعمل تشجيع على أنه نحنا ممكن القراءة هاي لإننا تكون ما تكون من هدف اللي هي الملل إحنا ممكن من هاي القراءة ناخد حكمة أنا زي ما بقعد مثلا مع جدودي بقعد مثلا مع أعمامي مع والدي مع والدي بناخد منهم أوقات نصيحة صحيح تجربة أنت ما مرأت فيها غيرك مرأة فيها فأنت بتسمعيها من غيره عن جد بتقولي أنه كتير تأثرت بهذا الحكمة فإحنا ليش ما بناخد هاي الأمور من الكتب بنقدر ناخدها بس كنت عم بنصحم بكتب مثلا أولها خاصة للصاعدين كتب بسيطة لذيذة نحكي لها ارتشافة لذيذة يعني أنت بتقدر تأخذ منها الحكمة والعبرة ثم يكون فيه جزالة بالألفاظ عمق كبير جدا من هون بلشت وكذلك كمان الناس اللي كانوا بيحبوا أو عندهم الرغبة زي ما انتي قلت إنهم ينطموا أو إنهم يصدروا بكتب كنا برضو نشجعهم نعمل زي مبادرة مثلا اللي أنا كنت أشارك فيها كتب جماعية نعملها مجانية شو فكرة الكتب الجماعية هيك لو تشرح لنا بصورة سريعة الكتب الجماعية مثلا إحنا عنا هاي كتاب بدي أفترض أنه هذا الكتاب عبارة عن اسمه نفس العنوان هذا لكن نفتح الورقات الصفحات هاي عندي مثلا صفحة تكون فيها خاطرة معينة الاسم تحت مثلا سار القطناني نقلي بالصفحة الثانية الاسم فلان الفلاني فكل حدا بيكتب صفحة خلينا نحكي بس الأفكار بتكون متسلسلة طبعا ضل الموضوع اللي هم بحددوا يعني إحنا بالفترة عملنا جباهنا سمر هذا من أحد الكتب الجماعية شاركنا فيها هي كانت عبارة عن العيد خلينا نحكي العيد ميلال جلالة الملك عبدالله الثاني فكلنا كنا عم نحكي أو عم نكتب عن عيد جلالة الملك فبكل العنوان موحد لكن المواضيع والأسماء مختلفة وهذا برضو فيه تشجيع على إنه الكتاب يشاركوا يأخذوا خطوة لأنهم خلاص في دعم الحمد الله في بعديها بيقدر يخطوا خطواتهم مي بالمي أهلا وسهلا فيك الكاتبة سارة القطناني نورتين وشرفتين أهلا فيك تكريم